وفي لقاء خاص لتلفزيون المصري أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ على أن الدراسة التي تقدمت بها اللجنة بشأن صناعة الدواء قد خرجت بمجموعة من التوصيات والتي يمكنها زيادة الصادرات المصرية من الدواء لدينا فرص واعدة البحث العلمي والتركيز على البحث العلمي وكيفية متابعته وكيفية إنتاج مواد جديدة باسم مصر ده يبقى كمان فيه حقوق الملكية الفكرية ومحاولة يعني جذب استثمارات لمصر عن طريق صناعة الدواء لدينا من البحثين ولدينا من خريجي كليات العلوم والصيدلة كفاءات علمية كبيرة ولدينا تاريخ كبير جدا في صناعة الدواء المصري ولدينا شركات قطاع عامة قطاع خاص وشركات متعددة الجنسيات ولدينا الفرصة كبيرة جدا لدخول في هذه الصناعة برقم كبير جدا خرجنا من هذه الدراسة بمجموعة من الحلول اللي هي ممكن إذا تم تنفيذها أن هي تؤدي إلى علاج كل هذه التحديات زيادة الصدرات المصرية من الدواء وعلاج الكثير من التشوهات السعرية للدواء في مصر انتهت الدراسة أو توصيات الدراسة كان فيها توصيات مهمة جدا لدعم إنتاج الدواء والشقة الآخر والمهم جدا هو التصدير إحنا مش هنبدأ نفتح أسواق تصدير بدون ما نكون قطاع نشود كبير جدا في الاكتفاء الذاتي والاكتفاء المحلي فإحنا بنتكلم وبننادي ونناشد دايما العمل على دعم الإنتاج للاكتفاء الذاتي واكتفاء السوق المحلي وكذلك للتصدير